الأمير وابنة التاجر أصدقائي قبل البدء لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة والأعجب بالفيديو والتعليق عليه ومشاركتهم مع أصدقائكم تشعى لنا للاستمرار في تقديم كل جديد اضغطوا على زر الجرس ليصلكم كل جديد من قناتكم قناة مملكة الحكايات والقصص هيا بنا الآن لنبدأ قصتنا الجديدة كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان ولا يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في قديم الزمان في الهند عاش أحد التجار وكان له سبع بنات سأل التاجر بناته ذات يوم السؤال التالي من حظ من تكسبنا معيشتكم؟ فأجابت الكبرى أبتاه أنا أكسب معيشتي بفضل حظك أنت وتكررت الإجابة ذاتها من قبل البنت الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة أما السابعة وهي الصغرى فقالت أنا أكسب معيشتي بفضل حظي أنا غضب التاجر غضبا شديدا من ابنته الصغرى وقال لها ما دمت جد جاحدة إذ قلت أنك تكسبين معيشتك بفضل حظك فأريد أن أرى ما الذي ستفعلينه بنفرتك عليك أن تغادري منزلي فورا من دون أن يكون معك طرشا واحدا في جيبك وفي الحال دعا بعض خدمه وأمرهم بأن يأخذوا ابنته ويتركوها في الغابة توسلت البنت بإلحاح أن يسمحوا لها بأن تأخذ معها صندوق شغلها الذي يحتوي على إبرة وخيوط فسمح لها بذلك عندئذ صعدت إلى المحفة وحملها الحمالون على أكتافهم ومضوا لم يقطع الحمالون سوى عدد من الأمتار على صوت حتى صاحت بهم امرأة عجوز آمرة إياهم أن يتوقفوا اقتربت منهم ونظرت إلى المحفة وقالت إلى أين تأخذون ابنتي؟ لقد كانت تلك المرأة هي مربيات البنت الصغرى للتاجر فرد الحمالون أمرنا التاجر أن نأخذها إلى وسط الغابة ونتركها هناك ونحن ننفذ أمره قالت العجوز لا بد من أن أذهب معها إذن فرد الحمالون وكيف يمكنك أن تلحق بنا لأننا بحاجة إلى أن نسرع في خطانا قالت الامرأة لا بد من أن أذهب مع ابنتي بأي حال من الأحوال وبعد توسلات كثيرة من ابنتي التاجر وافق الحمالون على حمل المربي معها في المحفة وفي الظهيرة وصلوا إلى غابة كثيفة دخلوا إليها وتواثلوا بداخلها وعند الغسق وضعوا الفتاة والعجوز تحت شجرة ضخمة وعادوا من حيث أتوا كانت حال ابنتي التاجر الصغرى تدعو حقا للإثاء لم تكن أكملت عامها الرابع عشر وكانت قد نشأت في النعيم وها هي الآن هنا عند غروب الشمس في قلب غابة كثيفة مترامية الأطراف لا تملك قرشا واحدا ولا حامية لها سوى تلك المرأة العجوز الواهنة إلى حد أن أشار الغابة في تلك البقعة ذاتها قد نظرت إليها بإشفاق وامتزجت دموع الشجرة الباسقة التي وضعت تحتها بدموع العجوز وهي تقول لا ذلك لأن أشار ذلك الزمان كانت تتكلم يا للفتاة التعيسة كم أشعر بالإشفاق عليك عما قريب ستخرج الحيوانات المتوحشة من أوتارها وتشرع في التجوال باحثة عن فرائسها ولسوف تلتهمك بالتأكيد أنت ورفيقتك لكني أستطيع المساعدتكما سوف أفتح لكما فتحة في جذعي وعندما تريان الفجوة أدخلا فيها وسوف أقوم بغلقها وستكونان بأمان في الداخل ولن تستطيع الحيوانات أن تلمسكما وفي الحال انشق الجذع إلى نصفين فدخلت ابنة التاجر والعجوز في الفتحة واستعادت الشجرة شكلها الأول ونبى حل الضلع خرجت الحيوانات من مخابيها كان النمر المفترس هناك والدب الشرس ووحيد القرن ذو الجلد الغنيض والدب الأشعة كان هناك أيضا والفيل العفن والجواميس المقرنة كل هذه الحيوانات وغيرها كانت هناك وأخذت كلها تحوم حول الشجرة وتزدر أصواتها المرعبة لأنها قد شمت رائحة الدم البشري سمعت ابنة التاجر والعجوز دمدمة الحيوانات وهما في الداخل أخذت الحيوانات تخبط أجسامها بالشجرة ويتسلقها بعضها فتكسرت بعض فروعها كما كانت الحيوانات تغرز قرونها في جذعها وتخمش بأظافرها لحاءها لكن ذلك كله لم يجدها شيئا فقد بقيت ابنة التاجر ومربيتها في أمان وعند الفجر تفرقت الحيوانات ولما طلعت الشمس قالت الشجرة الطيبة لساكنتيها من البشر أيتها البشريتان لقد ذهبت الحيوانات إلى أوكارها بعد أن آذتني أذى شديدا لقد أشرقت الشمس وتستطيعان الآن أن تخرجا قالت الشجرة هذا وانفلقت فخرجت ابنة التاجر والعجوز وأبصرتا ما أحدثته الحيوانات من عبة بالشجرة وما جهبرها كانت الكثير من فروعها قد تكسرت وكان الجذع قد تعين في أكثر من موضع وتقشر اللحاء وفدش في مواضع عدة قالت ابنة التاجر للشجرة أيتها الأم الطيبة لقد كان عطفا منك أن منحتنا المأوى وتعرت لكل هذا الأذى ولابد من أنك تتوجعين كثيرا بسبب ما أصابك من الحيوانات الشرسة ليلة الأمس قالت الفتاة ذلك وذهبت إلى البركة القريبة من الشجرة وأحضرت منها كمية من الطين وأخذت تضمد بها جراح اللحاء والندوب التي أحدثتها القرن بعد أن فعلت ذلك قالت لها الشجرة شكرا لك يا ابنتي لقد شفيت الآن تماما من آلامي ولكني قلقة عليكما أكثر مما أنا قلقة على نفس لا بد من أنكما جائحتان إذ لم تأكلان شيئا منذ الأمس وما الذي أستطيع أن أقدمه لكما ليس لدي ثمرة تخصني لأمنحكما إياها أعطي العجوز أي مال تحملينه ولتذهب إلى المدينة القريبة وتشتري بعض الطعام قالت إن ليس لديهما أي نقود ولما كانت الفتاة تفتش صندوقها وجدت خمس صدفات تستخدم كنقود طلبت الشجرة حينها من العجوز أن تذهب إلى المدينة وتشتري قليلا من العصيدة ذهبت العجوز إلى المدينة وقالت للحلواني آتني لو سمحت بخمس صدفات قليلا من العصيدة ضحك الحلواني وقال امشي من هنا أيتها الجنية العجوز هل تظنين أنك بخمس صدفات تستطيعين أن تشتري العصيدة؟ حاولت في دكان آخر وظن صاحب الدكان أن المرأة لا بد من أن تكون في حالة يائزة فأشرق عليها وأعطاها كمية كبيرة من العصيدة مقابل الصدفات الخمس حين عادت العجوز ومعها العصيدة قالت الشجرة لابنة التاجر فلتأكل كل واحدة منكما قليلا منها ثم احتفظا بما يزيد على النصف وانترها الباقي على حواف البركة كلها فعلتا كما أمرتهما الشجرة مع أنهما لم تدريا سبب بعثرة العصيدة على حواف البركة قد طال يوم تتحسران وتنذبان حظهما وفي الليل دخلتا إلى شدع الشجرة كما فعلتا في الليلة السابقة أقبلت الحيوانات المفترسة كما فعلت من قبل وراحت تؤلم الشجرة وتعذبها كالليلة السابقة وفي أثناء الليل حدث مشهد عجيب على حواف البركة حيث رأت المرأتان النتيجة في صباح اليوم التالي أقبلت إلى البركة مئات من طيور الطاووس ذات الريش البادخ لتلتقط عصيدة الأرز التي نثرتها الفتاة والعجوز وفي حين كانت تكابد للحصول على حبات الرز سقط الكثير من ريشها على الأرض وفي الصباح الباكر أمرت الشجرة المرأتين أن تجمع الريش معا ومنه صنعت ابنة التاجر مروحة جميلة أخذت المروحة إلى المدينة ومنها إلى القصر حيث أجب بها ابن الملك أشد الأعجاب ودفع لقاءها مالا كثيرا وفي كل صباح كان يجمع الكثير من الريش وفي كل يوم كانت تصنع مروحة واحدة وتباع ولم يمضي بقط طويل حتى صارت المرأتين ثريتين عندئذ نصحتهما الشجرة أن تشغلها رجلا ليبني لهما بيتا تسكنان فيه فأحرقت طوب وقطعت الأشجار لعوارد استقف وروافده وجهزت التجهيزات الأخرى وخلال أشهر بنيت دار فخمة أشبه بالقصر من أجل ابنة التاجر ومربياتها العجوز واعتقدتها أن من الأفضل أن تمهد الأرض المحيطة بالدار وتتحول لحديقة وأن تحفر بركة لتوفير المال في هذه الأثناء كانت آلهة السروة قد قطبت في وجه التاجر وزوجته وبناته الست بضربة واحدة عاثرة فقد التاجر كل نقوده وبيع منزله وأملاكه واستحال هو وزوجته وبناته إلى معوزين معدمين لا يملكون شيئا في هذه الدنيا وحدث أن عاشوا في قرية قريبة من المكان الذي بنت فيه امرأتان غريبتان قصرا وكانت تحفران بركة ولما بات التاجر الذي كان ثريا يكسب رزقه مما يحصل عليه من أجر عمله اليومي فقد خطر بباله أن يجد له عملا في حفر البركة عند المرأتين الغريبتين عند أطراف الغابة قالت زوجته إنها هي أيضا ستذهب معه للحف وهكذا وإذ كانت السيدة الغريبة تتفرج من نافذة قصرها على العمال الذين يحفرون بركتها دوشت إلى أبعد حد حين رأت أباها وأمها قادمين نحو القصر بحثا عن عمل فانعمرت الدموع من عينيها وهي تنظر إليهما لأنهما كانا يرتديان الأسمال أرسلت الحدم في الحال لإحضاره ما إلى داخل المنزل خاف الرجل والمرأة البائسان خوفا شديدا لقد وجد أن البركة صارت جاهزة ولما كانت العادة في تلك الأيام أن يقدم قربان بشري عند انتهاء الحفر فقد ظنى أنهما دعيا إلى الداخل لهذا الغرض وقد تضاعف خوفهما عندما طلب منهما أن ينزعا تيابهما المهلهلة وأن يرتديا ملابس جديدة أعطيت لهما لكن سيدة القصر الغريبة بندتت مخاوفهما لأنها أخبرتهما أنها ابنتهما وعانقتهما باكية حكت الإبنة الثرية طصتها ومهامراتها فأدرك الأب أنها كانت على صواب حين قالت أنها تكسب عيشها بحظها هي وليس بحظ أبيها منحت أباها قدرا كبيرا من المال مكانه من الذهاب إلى المدينة التي عاش فيها من قبل والبدأ في تكوين نفسه كتاجر مرة ثانية رأى التاجر الآن أن يذهب بسفينته إلى بلدان بعيدة لأغراض تجارية كان كل شيء مهيان سعد إلى ظهر السفينة لكي ينطلق غير أنه من الغريب أن حدث ما حدث لم تتحرك السفينة فتحير التاجر ولم يدري ما يفعل إزاء هذا وأخيرا تذكر أنه سأل بناته السد التي كنا يعيشنا معه كلا على حدة ما الشيء الذي ترغب في أن يحذره لها لكنه لم يسأل السؤال نفسه ابنته السابعة التي جعلته ثريا فأرسل في الحال رسولا إلى صبر بناته يسألها ماذا ترغب أن يجلب لها معه حين يعود من رحلته التجارية عندما وصل الرسول كانت هي مشغولة في أداء شعائرها ولما سمعت أن رسولا وصل من طرف أبيها قالت له سبور أي انتظر ظن الرسول أنها تريد من أبيها أن يأتي لها بشيء اسمه سبور فعاد إلى التاجر وأخبره أنها تريد منه أن يحذر لها سبور تحركت السفينة عندئذ من ذات نفسها وبدأ التاجر رحلاته توقف في موانئ كثيرة وكسب ثروات طائلة من بيع بضائعه وقد وجد الأشياء التي طلبتها بناته الست بسهولة ويسر أما سبور الشيء الذي فهم أن ابنته السابعة قد طلبت فلم يستطع الحصول عليه في أي مكان سأل في الموانئ لكن التجار كلهم أخبروه أنهم لم يسمعوا بشيء كهذا في عالم التجارة وفي آخر مرفأ راح يتجول في الشوارع صائحا المطلوب سبور المطلوب سبور جذبت النداءات ابن ملك تلك البلاد الذي كان اسمه سبور سمع الأمير من التاجر أن ابنته طلبت سبور فقال إن لديه ذلك الشيء المطلوب وأحضر صندوقا خشبيا صغيرا فيه مروحة سحرية وعليها مرأة وقال هذا هو سبور الذي أرادته ابنتك حصل التاجر على بويته التي طالما ظل يبحث عنها وفك مرساة السفينة وأبحر عائدا إلى موطنه عند وصوله أرسل إلى ابنته الصورة الصندوق البديع طبنت الفتاة أنه صندوق عادي فوضعته جانبا وبعد أيام وهي لا تدري ما تفعل رأت أن تسلي نفسها بفتح الصندوق الذي جلبه لها أبوها عندما فتحته رأت فيه مروحة جميلة وفي المروحة مرأة هزت المروحة فظهر في الحال الأميرة سبور أمامها وقال أنت ناديتني فعا أنا دا هنا ما الذي تتمنين دوشت ابنة التاجر من هذا الظهور الموباليتي لأمير بهذه الوسامة الرائعة فسألته من هو وكيف ظهر هنا أخبرها الأمير بظروف التي جعلته يعطي الصندوق لأبيها ثم أخبرها بالسر الذي يجعله يظهر كلما هزت المروحة بقي الأمير يومين في منزل ابنة التاجر التي ضيفته وأحسنت إكرامه وفي النهاية وقعا في حب أحدهما الآخر وأقسما أن يصيرا زوجين آت الأمير إلى قصر أبيه وأخبره أنه اختار لنفسه زوجه وحدد يوم الزفا تعيى التاجر وزوجته وبناته الست عقد رباط الزواج لكن مأساة حدثت في سرير الزواج فقد حسدت بنات التاجر الست أخطعنا الصورة لما نالته من حظ سعيد وعزمنا على أن يضعنا حدا لحياة زوجها الجديد كسرنا عدة زجاجات وأحلنا قطع الزجاج إلى مصحوق دقيق ثم نثرناه بكثافة على السرير لم يشق الأمير في وجود أي خطر فالتجع على السرير لكنه سرعان ما شعر بألم حاد في جسمه كله لأن مصحوق الزجاج تسرب من مسام جلده ولما صار لا يستقر ولا يهدى بسبب الألم وأخذ يرتعش ويتوجع بصوت عال أخذه خدمه وحراسه بسرعة إلى موطنه استشعر الملك والملكة والدى الأمير سوبور كل الأطباء وجراح المملكة دون جدوى كان الأمير الشاب يصرف نهارا وليلا من شدة الألم ولم يستطع أحد تحديد نوع المرض فضلا عن شفائه يمكن تصور مقدار حزن ابنة التاجر لم يكد رباط الزواج يعقد حتى هجم زوجها كما ظنت بواسطة مرض خطير حمله بعيدا عنها مئات الكيلومترات ومع أنها لم تكن قد عرفت بلاد زوجها فقد قررت أن تلحق به لكي تعتني به ارتدت زي ناسك وتسلحت بخنجر وارتحلت وبسبب السنوات التي قضتها في الرفاه وعدم اعتيادها على السير طويلا راشلة سرعان ما شعرت بالتعب وجلست تستريح تحت شجرة وعلى قمة تلك الشجرة كان يوجد عش الطائرين المقدسين بهنجامة وبهنجامي لم يكونا في عشهما في ذلك الحين لكن اثنين من أبنائهما كانا في العش صرف الطائران فجأة صرحة أيقذت ابنة التاجر المنهكة التي سنسميها منذ الآن الناسك الشاب رأى هذا الناسك حوله أفعى ضخمة ترفع رأسها وتوشك أن تتسلق الشجرة وفي الحال قطع الأفعى إلى جزئين منفصلين فهدأ صراخ الطائرين وصل الطائران بهنجامة وبهنجامي بعد وقت قصير يحلقان في السماء فقالت الأخيرة للأول أنا أظن أن طائرين الصغيرين قد التهماك المعتاد بواسطة عدونا اللدود الأفعى هأنذا لا أسمع صراخهما وعندما اقتربا من العش دهشا إذ وجدها صغيري ما حيين أخبر الطائران الصغيران أبوي ما كيف قتل الناسك الشاب الذي تحت الشجرة الأفعى وحقا كانت الأفعى ترقد ميتة هناك وقد قطعت نصفين عندئذ قالت بهنجامي لشريكها لقد أنقذ الناسك الشاب ولدينا من الموت أتمنى أن نستطيع أن نقدم له خدمة في مقابل خدمته رد بهنجامة سوف نقدم لها على الفور خدمة لأن الشخص الراقد تحت الشجرة ليس رجلا بل هي امرأة لقد تزوجت بالأمس فقط من الأمير صوبور الذي بعد ساعات فقط من ذهابه إلى السرير دخلت من كل جزء من مسام جلده مواد دقيقة من الزجاج المطحون الذي نشر في سريره بواسطة أخوات زوجته الحسودات وهو لا يزال يعاني في موطنه قد بات حقا على وشك الموت وعروسته البطلة المرتدية ثياب الناسك داهبة لتمريده سألت بهنجامي لكن ألا يوجد علاج للأمير؟ قال بهنجامة بلى يوجد لو أن روثنا الملقى على الأرض هنا وهناك والذي صار صلبا أخذ وسحق حتى يصير طحينا ثم وضع على جسده بواسطة فرشات بعد الاستحمام سبع مرات مع سبعة دوارق ماء وسبعة دوارق حليب فإن الأمير سيشفى من دون ريب فقالت بهنجامي لكن كيف يمكن لابنة التاجر المسكينة أن تقطع كل تلك المسافة الهائلة راجلة؟ لابد من أن ذلك قد يستغرق أياما طويلة يكون الأمير المسكين حينها قد نات قال بهنجامة سأحمل الفتاة على ظهري إلى مدينة الأمير وأعيدها شريطة أن لا تأخذ معها أي هدايا من هناك سابعت ابنة التاجر التي في ثياب الناسك الحديث بين الطائرين وتضرعت إلى بهنجامي أن تأخذها على ضعرها فوانفقت وقبل أن تصعد إلى عربتها الفضائية جمعت كمية من روث الطيور الصلب وسحقته جيدا وركبت على ظهر الطائر العطوف محلقة في الفضاء بسرعة البرق وسرعان ما وصلت إلى العاصمة التي يقيم فيها الأمير سبور ذهب الناسك الشاب إلى بوابة القصر وأرسل يخبر الملك بأنه يعرف علاجا فعالا يشفي الأمير في ساعات قليلة نظر الملك الذي كان قد جرب أفضل أطباء المملكة بلا جدوى إلى الناسك دون حماس لكنه سمح له أن يجرب امتثالا لنصيحة مستشاريه أمر الناسك بإحضار سبعة دوارق من الماء وسبعة من الحليب سكب محتوى الدوارق كلها على جسد الأمير وبعد ذلك أخذ يضع على جسمه المصحوق مستخدم ريشة حتى غطى كل مسام جلده ثم صبت مرة ثانية سبعة دوارق من الماء وسبعة دوارق من الحليب وهكذا تكرر الأمر سبعة مرات ولما نضف جسد الأمير شعر بالشفاء التام أمر الملك أن تعطى عظم كنوزه هدية لهذا الطبيب الرائع لكن الناسك رفض أن يأخذ أي شيء وطلب فقط أن يحصل على خاتم من إسبع الأمير لأحتفظ به كذكرة أعطى الأمير الخاتم عن طيب خاضر أسرعت ابنة التاجر عائدة إلى شاطئ البحر حيث كانت تنتظرها بهنجامي وفي لحظة وصلها إلى شجرة الطيور المقدسة ومن هناك مشت البنت إلى بيتها الذي في طرف الغابة وفي اليوم التالي لوحت بالمروحة السحرية وضعر الأمير صوبور أمامها وحين أرته الفتاة الخاتم كانت ذهشته بلا حدود إذ عرف أن زوجته نفسها كانت هي الطبيب الذي شفاه استحب الأمير زوجته معه إلى قصره في المملكة النائية وعفى عن أخواتها وعاشوا جميعا عشرات السنين سعداء مباركين بالأطفال والأحفاد وأحفاد الأحفاد ترجمة نانسي قنقر